السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب ثلاث سنوي النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض امتحايا سرتين. يلا نبدأ بسم الله. عندنا هنا سؤال 27 بيقول لي اي مما يلي ليس من استخدامات انزيمات الربط. طيب كسر رابط الهايدروجينية قامش من استخدامات انزيمات الربط لان كسر رابط الهايدروجينية ده وظيفة انزيم اللولب. وده بيكون اسناء تضاعف الدي ان اي. تمام? لكن تضاعف الدي ان اي بيحتاج انزيم الربط؟ لان انزيم الرابط ده اللي بيربط الشريط المكامل للشريط الاصلي المعاكس اللي هو بيبتدي من فايف داش لستري داش. تمام؟ لانه بيتبني على هيئة قطع انزيم بالمرة بيبني على هيئة قطع وبيجي انزيم الرابط بيربط. فبنحتاجه في تضاعف الدي ان اي. طبعا انزيمات الربط هي اللي بتصلح عيوب الدي ان اي. وانزيمات الربط بتستخدم في معادة الاتحاد وبلازميد كمان معادة الاتحاد. تمام طيب سؤال تمانية وعشرين بيقول لي اي ناس الكائنات التالية تمثل بويضاتها اكبر والبويضات حجما العصفور الكلب الفيل الانسان هتبقى مين العصفور في ناس هتستغرب البيضة بتاعت العصفور بتكون اكبر من الكلب والفيل والانسان اه لان الكلب والفيل والانسان دول من الثديات وقلنا ان الثديات حجم البويضات فيها بيبقى صغير وشحيح المح نشوف كده مع بعض بنقول هنا بنتكلم عن الثديات وبنقول هنا لذا فان بويضاتها تكون صغيرة وشحيحة المح اي قليلة الغزاء طيب نكمل سؤال تسع وعشرين بيقول لي هنا ما الذي يمثله الرسم البياني المقابل ابص كده فيه تلت مراحل عند او تلت انواع خلايا عند اتنين سين وتلتة عند سين يبقى ده تولد بكري صناعي في الضفدعة ولا تولد بكري طبيعي في نحل العسل ولا تكوين الحيوانات المنوية في ذكر الانسان طبعا تبقى تكوين الحيوانات المنوية في ذكر الانسان طب ليه؟ لان احنا عندنا في الاول بتبقى فيه خلايا برسومية امية اتنين نون الخلايا دي تنقسم ميتوزي وتدي امهات الماني اللي هي بتبقى اتنين نون امهات الماني بتختزن قدرا من الغزاء وتتحول لخلية منوية اولية اتنين نون وبعد كابح صلها انقسام ميوزي وتتحول لمنوية سنوية نون وبعدها ميوزي تاني وتدي طلائع منوية نون وبعد كده بتدي في الآخر في مرحلة التشكل للنهاء اللي هي مين اللي هي الحيوانات المنوية والشكل ده شفنا طبعا مع بعض اهو كل اللي احنا قلناه تلت مراحل اهو تلت مراحل او تلت انواع خلايا بيبقوا في اتنين نون اللي هي الجرسمية الامية وامهات الماني والمنوية الاولية وفي بعد كده منوية سنوية وطلائع منوية وحيوانات منوية كل دول بيبقوا نون يبقى ده عبارة عن تكوين حيوانات منوية في ذكر الانسان طب بيقول لي هنا في 30 اي الرسومات البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين عدد الريبوسومات X في الخلية ومعدل الترجمة Y طب ما احنا عارفين ان الريبوسومات دي اماكن تخليق البروتين في الخلية الريبوسومات دي هي اللي بيتم فيها الترجمة بتاعة شريط الـ MRNA الى سلسلة عديد البطايد وتكوين البروتين فكل ما زاد عدد الريبوسومات كل ما يزداد معدل الترجمة يبقى العلاقة ما بينهم علاقة طردي طيب يبقى الشكل بتاعنا قلي السؤال اللي بعد 31 بيقول في الشكل المقابل من اي من ما يالي يفرز الهرمونة الذي يعمل على زيادة نشاط الفرض وحيواته بشكل مباشر طبعا عندنا غدة اسمها غدة النشاط عارفين هي مين هي الغدة الدرقية هنا طبعا الغدة اللي بتبقى موجودة اسفل مخ اسمها النخامية هنا اتنين الغدة الدرقية وهي دي هتبقى الاجابة بتاعتنا لان دي غدة النشاط تلاتة جرات درقية اربعة دي بتبقى الغدة القذرية واحنا خدنا في الهرمونات انه غدة النشاط هي مين اهو غدة النشاط هي الغدة الدرقية اللي بتفرز هرمون السيروكسين يبقى كنا المفروض ناخد اتنين زي ما احنا اخدنا كده بالزبط طب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا في اتنين وتلاتين بيقول لي الشكل المقابل يوضح خطوات تكوين المشيج المؤنس في نبات زهري اين تحدث العمليتان سين وصاد على الترتيب ابص سين انا كان عندي هنا في البويضة خالية جرسومية امية اتنين نون بيحصل لها انقسام سين دي عبارة عن انقسام ميوزي تمام يبقى دي عبارة عن خالية جرسومية امية اللي هي اتنين نون حصل لها انقسام ميوزي وديت نصفه من اربع خلاية تلاتة بيتحلله واحدة بتبقى عشان تكون الكيس الجنيني بتقسم ميتوزي تلات مرات بيحصل لها انقسام النوادي انقسام ميتوزي تلات مرات تمام طيب احنا هنا ده حصل فين ده حصل هنا في البويضة طيب وده حصل فين حصل في الكيس الجنيني لان النواة اللي بتبقى دي بتنمو عشان تكون الكيس الجنيني اللي بتنقسل منها نواته ايه تلات ميتوزي تلات مرات عشان تدي اتمن انوية تلاية تسممه الخلايا السمتية واتنين الخلايا المساعدة وهنا خالية البيضة ودول نواة الكيس الجنيني يبقى الاجابة بتاعتنا هتبقى البويضة اللي فيها الخلايا الجرسومية الامية والكيس الجنين اللي موجود فيه التمان انواي. تمام? نكمل. عندنا سؤال تلاتة وتلاتين بقول لي كيف تعمل كيف تعمل الخلايا المهدبة في خط الدفاع الاول في الانسان. طب الخلايا المهدبة دي اللي بتبقى موجودة في القصبة الهوائية تمام? بيبقى فيها اهداب بتعمل على دفع الاتربة ودي اخدناها في خط الدفاع الاول في المناعة. نشوف كده مع بعض. في خط الدفاع الاول. قلنا هنا ان المخاط اللي موجود بالممرات التنفسية سائل لازج بيبطن جدر الممرات التنفسية وتلتصق بها الميكروبات والاجسام الغريبة الداخلة مع الهواء ثم تقوم الاهداب. الموجودة ببطانة الممرات التنفسية بطرد هذا المخاط وما يحمله من ميكروبات واجسام غريبة الى خارج الجسم. تمام? يبقى هي بتطرد ايه? المخاط والاتربة والمسببات الامراض والحاجات دي. فهنا بيقول لي تفرز انزيمات لحماية الرئتين من مسببات الامراض. لأ ما فيش الكلام ده بالنسبة الاهداب. تحمي جهاز التناسل الانساوي من الامراض. احنا بنتكلم عن جهاز تنفسي. تطرد الاتربة ومسببات الامراض لمنع دخولها الرئتين. اه يبقى هي دي الاجابة. تفرز حمض طبعا اللي بيقوم بافراز حمض عشان يقضي على مسببات المرض ده المعدة. طب نيجي بقى للسؤال 34 بيقول لي هنا. ما الطريقة التي يتم بها تكسيف جزيئات دي ان ايه داخل نواة الخلية? التنافر مع بوليمارات موجبة الشحنة? لا هو الحقيقة ندي ان ايه بيبقى عنده مجموعة في النيوكلوتيدات بتاعته مجموعة فوسفات سالبة الشحن. تمام? وبترتبط بقوة حول مجموعة من البروتينات الهستونية اللي بيبقى فيها الحمضين الامنين الارجينين والليسين اللي بيبقى فيهم مجموعة الالكايل موجبة. فهنا الالتفاف حول بروتينات سالبة الشحنة? لا موجبة الشحنة. التجازب مع بروتينات موجبة الشحنة ايه هتبقى الاجابة بتاعتنا رقم دي والكلام ده شفناه في الدي ان ايه وهنرجع نشوفه تاني ما فيش مشكلة. اه نشوف كده مع بعض. بيقول لي هنا ترتبط البروتينات الهستونية بقوة مع مجموعة الفوسفات السالبة الموجودة في جزء دي ان ايه? تب ليه? قال لي علشان مجموعة الالكايل الجانبية للحمضين الامنين الارجين والليسين بتحمل شحنات موجبة عند الاسر الهايدروجيني العادي. فهنا يحصل ما بين مجموعة الفوسفات السالبة اللي في الدي ان ايه تجازب مع بروتينات موجبة الشحنة. مش تداخل عمل مجموعتين من بروتينات السالبة والموجبة كلام ده ايه غلط بي. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي هنا ما رقم الفقرة المتصل بها الضلع سين في الشكل المقابل. طب الضلع ده رقم كم? لو عدينا هو متى انت الضلع العاشر? لان احنا عندنا الحداشر والاتناشر بيبقى الضلوع العائمة. لكن هنا ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسع عشرة. فده الضلع العاشر. لما بحب انا اجيب رقم الفقرة الظهرية باخد رقم الضلع وزود عليه ايه? سبعة. يبقى عشرة زائد سبعة يكون كام سبعتاشر. عارفينها المعلومة دي? لما باجي يجيب رقم هو عايز رقم الفقرة مين? الظهرية علشان دي فقرات زهرية كلها. قلو بتساوي رقم الضلع زائد سبعة. رقم الضلع عشرة زائد سبعة يبقى يساوي كام? سبعتاشر. اه دي اجابات. سؤال ستة وتلاتين بيقول لي. اي مما يلي لا يؤثر على نفازية الاخشية الخلوية? الانسلين طبعا ده اللي بيعمل عن نفاز الجلوكوز داخل الخلايا عشان تتم اكساته. الاستايل كولين لما بيرتبط مع مستقبلاته على غشاء الليفة العضلية بيسمح بنفاز ايونات السوديوم الايه? الموجبة. يبقى الانسلين بيعدي الجلوكوز. تمام? الاستايل كولين بيسمح بنفاز ايونات السوديوم الموجبة عشان يبقى السطح الداخلي موجب والخارجي سالب ودي حالة لا استقطاب بيحصل عندها انقباض الخلية العضلية تمام? الهستامين ده بيزود من نفازية البلازمة لمنطقة الجرح عشان يعمل احمرار والتهاب وتورم وايه? وقلم. تمام? اما السموم اللينفوية دي بقى ملهاش علاقة بنفازية الخلية. ليه? لانها بتنشط جينات معينة في نواة في نواة الخلايا المصابة وتعمل على تفتيتها. والحاجة دي كنا اخدناها في اخر المناعة. نشوفها كده. اهو. السموم اللينفوية ملهاش علاقة بالنفازية. بتنشط جينات معينة في نواة الخلايا المصابة. مما يؤدي الى تفتيت نواة الخلية وموتها. طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي هنا سبعة وتلاتين. ماذا حادثة للكروموسوم في الشكل المقابل? قدي الكروموسوم كانت نهايته WXYZ. بص الاقي WXYZ دي تكررت كمان مرة. فالتفرة دي صبغية ولا جينية? لا ده صبغي. وده صبغي يبقى انا هلغي موضوع جينية ده هتبقى تفرة صبغية. طب تفرة صبغية نتيجة اضافة جزء من الصبغ المماثل? اه صحي جدا. ان الصبغ اللي كان شبهه برضو كان عنده من اول هنا WX الجزء اللي هو الزائد اللي تحت ده. WXYZ تم اضافة الجزء ده من الصبغ المماثل. لكن طفرة صبغية نتيجة دوران جزء من الصبغ حول نفسه مية وتمانين درجة? لا. ليه ما بتكونش بالشكل ده? نشوفها كده الطفرة بسبب الدوران مية وتمانين درجة دي هوريكم شكلها. اهو. بتاعة الدوران مية وتمانين درجة يعني نبص كده مع بعض كان شكل الصبغي هنا. عندنا الجزء الاورنج ده فوق والجرين ده تحت. لما لفت مية وتمانين درجة بقى الجزء اللي هو الاورنج نزل تحت والجرين بقى فوق. يبقى ده الدوران مية وتمانين درجة اللي بيسبب الطفرة. تمام? نرجع نكمل. نركز السؤال اللي جاي. بقوله هنا سؤال تمانية وتلاتين. لاجراء فحص سريع لتشخيص اصابات فيروس كورونا كوفيد ناينتين. بالدم يتم تقطير بضع قطرات من بلازمة دم. يعني بياخدوا بلازمة دم بتاع المريض. طبعا احنا عارفين انا بيتخد مننا عينة دم. بتتحط كده في جهاز اسم السنتر فيجيشن اللي هو الترطي المركزي المفرق. بيتم فصل خلايا الدم كلها الدم الحمراء والبيضاء والصفائح عن البلازمة. يعني بنستخرج منها سائل اصفر كده هو البلازمة. اوه هيتم بقى التقطير بقى من سائل البلازمة ده اللي هو بلازمة الدم على كروت اختبار خاصة. بها مادة معينة. هي دي الكروت. تمام? الكروت بتبقى بالشكل ده. بها مادة معين. تؤدي الى ظهور النتيجة الايجابية كما بالشكل المقابل اي مما يأتي يرتبط بهذه المادة لتظهر النتيجة ايجابية. طيب. ادي الكروت بتبقى بالشكل ده. ده حاجة اسمها كنترول. ده حاجة اسمها تست. تمام? لو بصينا هنا النتيجة الايجابية انه يظهر عندي شرطة تانية عند التست باللون الاحمر. طيب. احنا عايزين نعرف دلوقتي ايه المادة بيقول لي اي مما يأتي يرتبط بهذه المادة لتظهر النتيجة الايجابية. علشان الشخص ده يكون وصاب بفيروس كورونا. تمام? اكيد الجهاز المناعي بتاعه اشتغل بدأ ينتج اجسام مضادة. اجسام مضادة تعمل على تحييد الفيروسات اللي هي طريقة التعادل. فنشوف. فهنلاقي هنا ان المادة اللي ارتبطت هنا. اي مما يأتي ارتبط بهذه المادة الموجودة عشان تظهر نتيجة ايجابية. هل انزيمات تحل الغلاف فيروس كورونا? لأ طبعا فيش حاجة اسمها انزيمات تحل الغلاف بس بتاع فيروس كورونا. احنا عندنا الخلايا المناعية الوحيدة اللي هي الخلايا القاتلة الطبيعية هي اللي بتنتج انزيمات على الخلايا كلها مش على الغلاف بتاع فيروس كورونا. يعني احنا لما اخدناها هنا في المناعة اخدنا ان هي بتطلق انزيمات علشان تدمر الخلية المصابة بالفيروس. نشوف ها كده مع بعض الخلايا القاتلة الطبيعية. عشان بس نعرف كل اجابة غلط ليه او صح ليه. اهو. الخلايا القاتلة الطبيعية طبعا وظيفتها مهاجمة خلايا الجسمة المصابة بالفيروس. تمام? والخلايا السرطانية والقضاء عليها بواسطة الانزيمات التي تفرزها. وبتقضي على الخلايا. مش انزيمات بتحلل غلاف فيروس كورونا. طيب اجسام مضادة للبروتينات الموجودة على غلاف فيروس كورونا اه. لما انا ضيف نقط من بلازمة دم بتاع الشخص اللي رايح يعمل تحليل. ويكون هو مصاب فعلا يبقى يكيد دمه فيه اجسام مضادة للبروتينات اللي موجودة على غلاف فيروس كورونا. طب ازاي? مش احنا اخدنا من طرق عمل الاجسام المضادة طريقة اسمها طريقة التعادل او تحييد الفيروسات. نشوف ها كده مع بعض عشان نعرف. اهو. خدنا طريقة التعادل. ان الطريقة دي من اهم موظائف في الاجسام المضادة في مقاومة مين الفيروسات? وهي تحييد الفيروسات وايقاف نشاطها. ازاي? قال لي ارتباط الاجسام المضادة بالاغلفة الخارجية للفيروسات. يعني ده كده الفيروس زي ما رسمنا قبل كده. وده كده الاجسام المضادة بتتجمع حول الغلاف البروتيني بتاع الفيروس من الخارج. طب تعمل الفيروسات كده لي عشان تمنحها من الالتساق باخشية الخلاوة والانتشار او النخيز الى داخلها. يبقى فعلا بلازمة دم بتاعة الشخص اللي رايح يحلل ده. لو النتيجة ايجابية هيكون فيها اجسام مضادة للبروتينات الموجودة على غلاف فيروس كورونا. طب اجسام مضادة للمادة الوراثية ار ان ايه لفيروس كورونا? فيش حاجة اسمها اجسام مضادة للمادة الوراثية. لان احنا اساسا قلنا ان الاجسام المضادة اخدنا في نهاية المناعة الخلوية. تمام? اخدنا في نهاية المناعة الخلوية ان حجم الجسم المضاد يكون كبير. ما بيقدرش ينفز للخلايا مسلا مصابة بالفيروس اهو الاجسام المضادة اللي بتكونها الخلايا البلازمية غير فعالة في تدمير بعض الخلايا الغريبة مثل الخلايا المصابة بالفيروس وذلك لأن الأجسام المضادة غير قادرة على المرور عبر أخشية الخلايا. ليه؟ بسبب جزيئاتها الكبيرة نسبيا. وبالتالي لا تستطيع الوصول إلى الفيروس الذي يتكسر داخل الخلية. نخلي بالنا. مش كمان يدخل لجوه المادة الورصية بتاعته. وفي هذه الحالة تتم مقاومة هذه الخلايا الغريبة بواسطة الخلايا اللينفاوية التائية. عشان طبعا التائية القاتلة هي اللي بتشتغل مع الخلايا المصابة بالفيروس. طب الخلايا البلعمية التي تشخص فيروس كورونا كعامل غريب. مين قال ان الخلايا البلعمية بتشخص فيروس? الخلايا البلعمية هي اللي بتيجي تعمل بالعمة للأجسام الغريبة دي وبتفتتها. تمام؟ يبقى ما بتشخص فيروس كورونا. يبقى لو الشخص التحليل بتاعه إيجابي بالمنظر ده. ده دليل على ان فيه أجسام مضادة في دمه متجمعة حول الغلاف البروتيني بتاع فيروس كورونا. تمام؟ يبقى المادة دي هترتبط مع الأجسام المضادة للبروتينات الموجودة على غلاف فيروس كورونا. طيب نشوف السؤال تسعة وتلاتين بيقول لي هنا الأشكال التالية تمثل تلت قطاعات في مبيض أنسة إنسان بالغة في مراحل مختلفة من دورة الطمس. تمام؟ دي تحرر الخلية البيضية السنوية. وده تكوين الجسم الأصفر من بقايا حويصلة جراف. وهنا لسه حويصلة جراف. دي مرحلة نطج البويضة اللي فيها الخلية البيضية الثانوية. تمام؟ فهنبتدي بتلاتة الأول. دي هتبقى أول مرحلة. وبعد كده التحرر في اليوم الرابع عشر لما بيجي هرمون الـ LH بيفجر حويصلة جراف ويحرر البويضة لها الخلية البيضية السنوية ويكون الجسم الأصفر دي المرحلة الثالثة يكون الجسم الأصفر من بقايا حويصلة جراف عشان يقوم بإفراز هرمون البروجستيرون. تمام؟ يبقى هنا هبتدي بتلاتة وبعد كده واحد اتنين هلاقيها في الإجابة عندي رقم جين. سؤال أربعين بيقول لي في الشكل المقابل ما نوع المفصل الذي يربط عظام الجزء سين ونوع المفصل الموجود عند صاد على الترتيب. طب ما إحنا الجزء سين ده الجزء المخي. تمام؟ أو الخلفي. طبعا كلنا عارفين إن المفاصل دي مفاصل ليه فيه؟ طب يبقى أنا أختار ليه فيه؟ أول حاجة سين طب صاد. هيبقى زلالي محدود الحركة ولا زلالي واسع الحركة؟ لأ صاد هنا هيبقى محدود الحركة لأن ده مفصل عند الفك. ولو بسطوا الحركة الفك هتلاقاها محدودا. مفيش فك بيتحرك في جميع الاتجاهات. يبقى مفصل ليه في آآ الأولان اللي هو سين عند صاد هنا زلالي محدود الحركة. نكمل. عندنا السؤال واحد واربعين. بيقول الرسم البياني المقابل يوضح نشاط خلايا مناعية عند الإصابة من المايكروب. ماذا تمثل خلايا سين صاد عين؟ طيب. بيقول لي بداية الإصابة في خلايا سين حصل لها تميز ودة نوعين. من الخلايا اللي بتتميز كده وتدي نوعين؟ الخلايا الباقية. يبقى السين دي عبارة عن خلايا باقية. تدي نوعين. نوع بيزداد نشاطه بيزداد نشاطه بينتج أكسام مضادة يبقى عين دي عبارة عن خلايا باقية بلازمي. ونوع تاني سابت. يبقى دي عبارة عن صاد عبارة عن باقية زاكرة بتقعد في الدم من عشرين لتلاتين سنة عشان لو تم الاصابة بنفس الايه المايكرو تتعرف عليه وتتقسم بسرعة وتعمل استجابة منعية سنوية. طيب بيقول لي في الإجابات سين دي تنفع خلايا بلعمية كبيرة البلعمية كبيرة ما بحصل لهاش تميز طيب تاقية او واحد يقول لي طيب التاقية بيحصل له تميز ما بتتميز لتي هلبر وتي سايتوتوكسك وتي سابريسور تمام بس الكلام ده بيحصل فين؟ في الغدة التايموسية مش عند ده الإصابة دي بداية الإصابة يبقى هي باقية يبقى سين هي باقية زي ما قلنا تمام وصاد هو عايز صاد الصاد دي باقية زاكرة وعين باقية بلازمية والإجابة بتاعتنا دال نشوف السؤال اتنين واربعين بيقول لي اي مما يأتي لن يزداد عدده بزيادة مجموعات عدد مجموعات الألقيل خلال تكوين سلسلة عديد الببطاي تمام السؤال ده تراكمي من سنة اقولها يا شباب نركز فيه كويس قبل مين مش هيزيد عدده الاول لازم نعرف اواردكم شكل كده ده كتاب قولة سنوي دي سلسلة عديد ببطايد مكونة من اتحاد أربع أحماض أمينية اللي عايزة ألفت نظاركم لي ان مهما طالت سلسلة عديد الببطايد لها مجموعة أمين حرة واحدة عند طرف السلسلة ومجموعة كاربوكسيل حرة واحدة عند الطرف الآخر ليه السلسلة يبقى احنا عندنا مجموعتين حرتين واحدة أمين وواحدة كاربوكسيل طيب اهو بيقول لي فيه سلسلة عديد الببطايد عدد مجموعة الكاربوكسيل الحرة بيسوي عدد مجموعة الأمين الحرة بيسوي كام واحد طيب لو احنا ركزنا هنا فين الروابط الببطايدية دي كده ربطة ببطايدية كل اللي بين السي والإن دي ربطة ببطايدية ودي ربطة ببطايدية ودي ربطة ببطايدية تمام عايزة اقول لكم كمان ان انا عندي أربع أحماض أمينية وتكون ما بينهم تلت روابط بيبتيدية وتم نزع تلت جزيئات من الماء يعني عدد الروابط البيبتيدية نتجة من اتحاد عدد من الأحماض الأمنية بيسوي عدد جزيئات الماء المنزوعة بيسوي عدد الأحماض الأمنية ناقص واحد تمام طيب نشوف كده مع بعض بقول لي مين اللي مش هيزداد عدده بزيادة عدد المجموعات الألكايل احنا في المنهجنا بقى مجموعة الألكايل اللي هي موجودة في كل حمد أميني في 19 حمد أميني يعني هما 20 حمد أميني منهم 19 حمد أميني بيحتوي على مجموعة الألكايل اهو نشوف كده مع بعض ادي تركيب الحمد الأميني زرة كاربون وهيدروجين ومجموعة أمين مجموعة كاربوكسايل ومجموعة ألكايل وقلنا انها موجودة في 19 نوع والنوع العشرين اللي هو الجليسين عنده زرة هيدروجين بدل مجموعة الألكايل تمام فهنا بيقول لي هنا بزيادة عدد مجموعة الألكايل كأنه بيقول لك بزيادة عدد الأحماض الأمينية لأنه كل حمد أميني بيحتوي على مجموعة الألكايل كأنه بيقول لك بزيادة عدد الأحماض الأمينية خلال تكوين سلسلة عدد البطايل مين اللي مش هزيد مجموعات الكاربوكسايل المرتبطة لا الكاربوكسايل المرتبطة بتزيد هي فين الكاربوكسايل دي كده كاربوكسايل حرة C double bond O O H طيب المرتبطة كل C double bond O هنا دي أساسها كانت زي دي بالزبط بس في نزع الماء بيحصل كده بيبقى عندي أدي حمضة أمينة ودي حمضة أمينة بيتم نزع من دي مجموعة الكربوكسيل C O O H بيتم نزع ال O H دي مع ال H دي من مجموعة الأمين للحمض الثاني ويتم تكوين جزء مية لأن التفاعل ده تفاعل نزع للماء وتتكون ربطة بابتدية بين C وال N عشان يتكون مركب سنائي الببطايل تمام فهنا عدد مجموعات الكربوكسيل مرتبطة أقول له ده بيزداد طيب الروابط اللي بيبتدية كل ما يزداد مجموعات الألكين يعني يزداد عدد الأحماض الأمنية كل ما يزداد الروابط اللي بيبتدية أقول له تزداد طيب مجموعات الأمين الحرة هي دي لن تزداد ليه أقول له عشان مجموعات كده أي سلسلة مفاشغل مجموعة أمين حرة واحدة بس ومجموعة كربوكسيل حرة واحدة بس عدد جزائيات الماء المنزوعة هتزداد كل ما زود عدد الأحماض الأمينية هتزداد مجموعة الكربوكسيل المرتبطة ومجموعة الأمين المرتبطة وتزداد الروابط الببتدية وتزداد جزائيات الماء المنزوعة تمام كده أتمنى تكونوا فهمت السؤال ده هو تراكم شوي سؤال 43 بيقول لي الرسم البياني المقابل يوضح تركيز أحد الهرمونات خلال دورة الطمس أي مما يلي ليس من تأثيرات الهرمون اكس مش نتعرف الأول على الهرمون اكس بيقول لي ده زاد من بعد اليوم الاربعتاشر ولو ما حصلش حملة هو بيعني ايه بيجي على اليوم التمانية وعشرين وبيقل لنتيجة حدوث طمس يبقى ده هرمون البروجستيرون تمام طيب ايه مش من تأثيراته؟ تنشيط انتاج هرمون الـ آه طبعا ده مش من تأثيراته لأن الـ هو اللي في اليوم الربع عشر بيروح يحرر الخلال البيضية السنوية من حويصيلة جراف ويكون الجسم الأصفر من بقايا حويصيلة جراف الجسم الأصفر هو اللي هيقوم بإفراز هرمون البروجستيرون يبقى مش من وظائف البروجستيرون هو ينشط الـ بالعكس ده الـ هو اللي بيكون الجسم الأصفر اللي هيفرز البروجستيرون طب هل من وظائف البروجستيرون تصبيت انتاج هرمون اه ليه؟ لأن البروجستيرون يمنع التبويض لما بعد الولاد تمام؟ طالما هيمنع التبويض يبقى ما فيش FSH ده يبقى هنا هيتصبت انتاج هرمون ال FSH نتيجة حدوث بقى حاملة لو هو في حاملة يعني زيادة انماء بطنط الرحم في ناس تقول لي انماء ده وظيفة هرمون الهرمون الاستروجين هو الاستروجين بيعمل على انماء بطنط الرحم لكن هنا زيادة انماء بطنط الرحم كأنه بيقول لي زيادة صمك بطنط الرحم وده بيعمله مين البروجستيرون يبقى ده معانا تنظيم التغيرات الدموية في الغشاء المبطل للرحم ايوة لان البروجستيرون بيزود صمك بطنط الرحم وبيزود الامداد الدموية طيب نشوف مع بعض اللي هي الوظائف بتاعة البروجستيرون كده على اساس بس الناس تفتكر اهو بيقول لي هنا بيفرز الجسم الاصفر هرمون البروجستيرون اللي بيعمل على زيادة صمك بطنط الرحم يعني زيادة انماء لان الاستروجين بيعمل انماء بطنط الرحم البروجستيرون بيزود صمك بطنط مين الرحم فزيادة انماء اللي هو جابها لك يبقى زيادة سم ويزود الامداد الدموي بها عشان يعد الرحم لاستقبال من الجنين وبيستمر هذا الطور حوالي كام حوالي 14 يوم طيب كان في حاجة تانية بقى بيقول لي هنا ان وجود عشان باقي الإجابات بس ان بيبقى الجسم الأصفر عشان يفرز هرمون البروجستيرون في حالة حدوث اخصاب البويضة مما يمنع التبويض فتتوقف الدورة الشهرية يعني يمنع التبويض يعني يصبط افراز هرمون ال FSH تمام غير طبعا احنا عارفين ان البروجستيرون بيعمل على بينبه الغدد الصديق على النمو التدريجي يبقى كده اخدنا كل وظائف البروجستيرون تمام طيب نشوف السؤال اربعة واربعين بيقول لي اي من ما يالي صحيح سلالة S حية وسلالة R حية بانزيم ده بيحلل ال D N A تحليلا ايه تحليلا كاملا هتموت الفقران لا مش هتموت الفقران لان هنا S A على الرغم ان هي حية بس ال D N A بتاح هتحلل يبقى الفقران مش هتموت يبقى تموت الفقران دي اجابة غلط سلالة S ميتة سلالة R حية بانزيم دايوكسي رايبو نيوكليز لا تموت الفقران A لا تموت الفقران عشان ده هيحل ال D N A بتاح سلالة S الميتة وال R مش هتمتصه وبالتالي ايه مش هيحصل تحول وكده كده R الحية ما بتموتش الفقران يبقى دي اجابة صحيحة سلالة S ميتة وسلالة R ميتة اللي اتنين ميتين بانزيم البيبسن هتموت الفقران لا طبعا لان احنا اولا انزيم البيبسن قامش مؤثر على المادة الوراسية ده اللي بيحاول بيكسر بس البروتين الى عديد الببطاية تمام يعني بيساعد في هضم البروتين فهنا بيقول لي S ميتة والله لو كانت R حية كتمتصت المادة الوراسية بتاعة S وكانت موتت الفقران بس R ميتة يعني حتى دي ميتة كان مش هتمتص يبقى دي غلط سلالة S حية وسلالة R ميتة انزيم البيبسن لا تموت الفقران هنا بيقول لي ان هنا S حية S حية لوحدها من غير اي حاجة دي بتعمل موت في الفقران يبقى ما انفعش كان يقول لي لا تموت الفقران يبقى الايجابة الوحيدة اللي تنفع معنا رقم بها نكمل عندنا هنا سؤال 45 بيقول لي اي من ما يلي يؤثر عمله في عملية تكوين كريات دم حمراء جديدة الطحال اه في ناس يقول لي لا تمشو الطحال ده بيعتبر مقبرة خلايا الدم الحمراء اللي هي ال Red Blood Cells اقول لهم قوة مصبوب مش هو ده اللي في خلايا بلعمية الخلايا البلعمية اللي بتلطقت كريات الدم الحمراء المسنة وبتفتتها المكوناتها الاولية اقول له تمام تمهي لما بتفتتها المكوناتها الاولية ده بيرجع يتكون من المكونات الاولية دي خلايا دم وحمراء جديدة. اهو قد الطحان. في خلايا بالعمية. بتاخد الخلايا الجسدية المسنة او الهرمة زي كريات الدم الحمراء المسنة وتفتتها الى مكوناتها الاولية عشان يتخلص منها الجسم. من المكونات الاولية دي برضو بيعاد استخدامها في انتاج كريات دم وحمراء جديد. فيبقى معانا مين? الطحان. لكن طبعا بقع بير واللوزتين والغدة التايموسية ما لهمش علاقة بكريات الدم الحمراء. سؤال ستة واربعين. ادرس الشكل المقابل سمحدد اي التوائم التالية يمكن ان يحدث بينهما التصاق. الالتصاق ما بيحصلش غير في التوأم المتماثل. تب نشوف ما بيتطلع بويضتين اخصابهم بحيوانين منويين. واحدة انتاجت جنين. واحدة بعد ما تخصبت اتقسمت. يعني ادت التوأم متماسل اللي هو اتنين وتلاتة. يبقى اللي يمكن يحصل بينهم التصاق هو رقم اتنين وتلاتة. يبقى ايجابتنا تبقى الف. تمام? طيب نيجي هنا سؤال سبعة واربعين مقالمة الهرمونة الذي يؤدي افرازه الى حدوث التغيرات الموضحة في الجدول التالي مع التفسير. بقول لي قبل الافراز وبعض الافراز. عدد ضربات القلب في الاول كان سبعين دقة في الدقيقة بقى خمسة وتسعين يعني بقى زيادة في عدد ضربات القلب. ضغط الدم كان مئة وعشرون على تمانين بقى مئة واربعين على تسعين. يبقى ارتفع يبقى زاد ضربات القلب زاد ضغط الدم حتى نسبة الكربون دايوكسايد او سي اوتو في الخلايا كان طبيعي بقى مرتفع تمام نقدر نقول ان الهرمون ده بقى هرمون مين اللي بيفرز في حالة الطوارئ هرمون الادرنالين تمام هرمون الادرنالين ده المفرز من نخاع الغدة الغدة الايه القذري طب ايه اللي بيخلينا اقول انه هو الادرنالين نشوف مع بعض احنا عندنا الادرنالين ده هو اللي بيزود ضربات القلب وهو اللي بيزود مستوى السكر في الدم تمام وهو كمان اللي بيرفع ضغط الدم اهنا نشوف كده اهو بيعمل على ايه زيادة نسبة السكر في الدم عن طريق تحليل الجلايكوجن مخزن في الكبد وتحويله الى جولوكوز الجولوكوز ده بيتأكسد وبيطلع مين بيطلع طاقة ونتيجة اكسدته بيزيد نسبة زيادة قوة وسرعة انقباض القلب رفع ضغط الايه الدم فهنا اللي هو بيقول لي بقى مع التفسير لازم افصروا النتائج اللي قدامي يبقى هرمون الادرينيوم مفرز من الغداء النخاع الغداء القذرية والذي يعمل على والذي يعمل على واعدوله بقى الحاجات اللي انا احافظها اللي هي زيادة نسبة السكر في الدم عن طريق تحليل الجلايكوجن المخزن في الكبد الى جولوكوز تتم اكسدته لانتاج الطاقة اللازمة لانقباض العضلات تمام لانقباض العضلات والذي ينتج عن اكسدته لينتج عن اكسدته زيادة نسبة في الدم تمام طب في حاجة تاني ما هي مين ضغط الدم ارجع اقول له هنا اه وكمان بتاع الدربات القلب اقول له هنا زيادة قوة وسرعة انقباض القلب ومع ايه رقم تلاتة مع رفع ضغط الدم طب في حاجة حابة افصرها لكم فيه ناس تقول لي طب مش فاكرين احنا الحوار بتاع زيادة نسبة يا جماعة احنا اخدنا في سنة تانية المعادلة بتاعة اكسدت الجلوكوز ان انا لو عندي جلوكوز سي سكس اتش تولف او سكس عشان الناس تبقى فاكرة دي معلومة ليك انت بيحصل لها اكسديشن بسكس اكسجين ملوكيول او ستة جزائية اكسجين بيحصل لها هنا اكسديشن او عملية اكسادة اللي هو تنفس اه خلوي هنا فاي اللي بيحصل لما بتاكسد الجلوكوز بيدينا هنا اه ستة من سي او توم الكربون دايوكسايد وكمان معانا ستة من اللي هو المية وكمان معانا سرتي ايت اي تي بي تمام يبقى هنا كل بقى ما يتاكسد بقى جلوكوز اكتر كل ما هتزائح تزداد نسبة سي او توم في الايه في قدام تمام كده نكمل عندنا هنا سؤال تمانية واربعين بيقول لي جين اكس بيتكون من 84 زوج من القواعد النيتروجينية طيب ده شريط وده شريط معنى كده ان كل شريط عبارة عن 84 ايه قاعدة نيتروجينية ده 84 يعن ده 84 نيوكلوتيد ده وده 84 نيوكلوتيد بيقول لي من الجدوى المقابل الذي يوضح عدد بعض القواعد النيتروجينية كم عدد قواعد السيتوزين في هذا الجين مع توضيح ايجابتك هقول له تمامي انا عندي هنا بص كده واحدة واحدة انا عندي الادنين هنا باثناشر عشريت الاول يبقى الثيامين على الشريط التاني باثناشر. هقول له الثيامين. اكتب له طبعا كل الكلام ده بس احنا هنقول بسرعة عشان الوقت. اهو. يبقى الثيامين عشريت التاني باثناشر. عندي الجوانين هنا عشريت الاول وخمسة وعشرين يبقى الجوانين سيتوزين سوري عشريت التاني هيبقى بخمسة وعشرين. اصبح عندي شريط اهو نقص منه واحد بس. في مين? نسبة مين? الجوانين. طب انا عايز اجيب دلوقتي الجوانين على الشريط الاول. اقول له كده. عدد قواعد الجوانين على الشريط التاني. شريط مين? هنا على الشريط التاني اللي هيكون مقابل اللي هيكون عدد سري. السيتوزين. السيتوزين على شريط الثاني. لان السيتوزين هو اللي بيقابل مين الجوانين? تمام? السيتوزين عشريط التاني عارفينه ده عشر. اه الجوانين زي ما احنا سري يا شباب. الجوانين. طب انا هقول له ايه? انا عندي هنا الشريط كله اربعة وتمانين. اخد اربعة وتمانين. اناقص منهم مجموعة. تسعة وعشرين زائد خمسة وعشرين زائد اتناشر. تمام كده? هلاقي ان كل دول بستة وستين. لو انا اخدت اربعة وتمانين. ناقص ستة وستين. هيطلع تقريبا اربعة تاشر هنا. هيطلع تمنتاشر. تمام? اربعة تاشر مقس ستة تمانية. ودي سبعة مقس ستة واحدة هتطلع تمنتاشر. يبقى انا عرفت ان الجزء اللي هنا المفقود بالنسبة لنا هو كام تمنتاشر? يبقى هنا تمنتاشر يبقى فيه هنا كمان تمنتاشر. وزا كان هنا الادنين عشريط التاني بتسعة وعشرين يبقى السايمين على الشريط الاول بكام بتسعة وعشرين. فلما يحب بقى يحسب عدد قواعد السيتوزين في الجين. لما اقول لك في الجين يعني على الشريطين. تم انت جبتها على الشريط التاني بكام? بطمنتاشر. وهي السيتوزين على الشريط الاول. تمام كده? هتبقى بكام بخمسة وعشرين? يبقى هنا السيتوزين. اقول له كده. عدد قواعد السيتوزين. اجمع له تمنتاشر زائد خمسة وعشرين. بيساوي تمنتاشر. اهو دي الجزء ده. تمنتاشر زائد خمسة وعشرين. خمسة وتمانية. هيبقى هنا تلاتة واربعين قاعدة. خلاص كده? يبقى احنا كل اللي عملناه بدأنا نشوف مين الناقص وبنكمله. وجمعنا قواعد السيتوزين على الشريطين. نيجي للسؤال اللي بعده بيقول لي تسعة واربعين. دلل بمثال على كل من تكاثر جنسي لا يعتمد على وجود الامشاج. يبقى ما فيش غيره التكاثر بالاقتران. اقول له يبقى انت اصدق كده. الاقتران في تحلب السبايروجايرا. ده لا يعتمد على امشاج وبيحصل بالاقتران بين الخلايا. اتنين. تكاثر لا جنسي يعتمد على وجود امشاج. اقول له اه زي التوالد البكري. في مين? في نحل العسل وحشرة المن. لان هنا البيضة بتاعة نحل العسل اللي بتبقى نون بتعطي زكور. فقط. تمام? وهنا البويضة بتاعة حشرة المن اللي هي اتنين نون. اللي جاي من قسم ميتوزي بتدو بالتوالد البكري اناس فقط. بتبقى اتنين نون. دي بتدو زكور فقط نون. دي اناس فقط اتنين نون. يبقى ده توالد بكري واعتبد على وجود الامشاج. انه ينمو المشيج المؤنس بدون اخصاب من المشيج المزاق. طيب. اه نيجي هنا الرسم البياني المقابل يوضح انقباض وانبساط عضلة هيكلية في ضوء ذلك حدد. واحد المرحلة التي تحتاج الى وجود ايونات الكاليسيوم. طيب بيقول لي قوة انقباض العضلة. وهنا اقصى انقباض اهو. راجع هنا حصل انبساط. المرحلة اللي بتحتاج لوجود الكاليسيوم. اقول له المرحلة سين. طيب ليه? عشان المرحلة سين دي بتحتاج ان الايونات الكاليسيوم تدخل جوة الزر او فاخد تشابكي وتفجر الحواصلات وتحرر منها الاسيطايل كولين. يبقى اقول له هنا سين تحتاج الكاليسيوم تمام? لتحرير النواقع العصبية مثل مين لتحرير الاسيطايل كولين? تمام? طيب. بيقول لي المرحلة التي تحتاج الى وجود كولينيستريز. اقول له الانبساط. مرحلة الانبساط. طب الانبساط دي مين? عين. تمام? اقول له يبقى عين. تحتاج لانزيم الكولينيستريز. ليه? لانه ليعمل على تحطيم مادة الاسيطايل كولين. وتحولها بيبتدي يحولها الى كولين. وحمض خليك. عارفين طبعا وبالتالي يبطل عملها فيزول تأثير المنبه لتعود نفازية غشاء الليفة العضلية لوضعها وقت الراحة لتكون مستعدة لاستقبال مؤثر جديد. لاستقبال مؤثر جديد. تمام كده يا شباب? اتمنى تكونوا فهمتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو جاي ان شاء الله. حل جنرال اجزام فورتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.